السلام عليكم في فيديو اليوم بدل ما نرى تعليم واحدة سنرى تعليمتين السبب ان استخدام هذه التعليمتين متشابه لا يوجد عندي غير او فلاق واحد سواء ما تعليمه فري او تعليمه دي اف وهي حكيت اسمه التعليمات تعليمه فري من استخدامها لحتى نرى استهلاك الرام والمساحة الفاضية او المتبقية عندي طبعا اذا في عندي سواب يعطيني الحجم الكلي للرام الموجودة عندي بالجهاز في حين انه تعليمه دي اف بيستخدمها لحتى شوف قديش او كمية استهلاك الهارد او الدرايف اللي موجودة عندي على الجهاز طبعا اذا كان في عندي اكتر من هارد فراي يعطيني كل الهاردات والدرايفات اللي موجودة عندي فاذا اجينا وقلنا له فري فانا راح شوف انه عرض لي التوتال ميموري اللي موجودة عندي عرض لي المستخدم منها عرض لي الفري وانا باعتبار انه ما في عندي سواب على هذا الجهاز فما في عندي اي شيء عرض لي صفر طيب هاي الارقام انا ما لي فهم منها شيء فإيسا جيت وقلت له فري داش اتش فحول لي هاي الارقام لشكل ممكن اني افهم اكتر اللي هي اللي هي اللي هي مريد بل فعرض لي اياها بالجيجا بالنسبة بالنسبة لتعليم دي اف فهي مشابهة تماما فإيسا جيت وقلت له دي اف فبهذا الشكل عرض لي كافة الهاردات والدرايفات اللي موجودة عندي خلينا مباشرة نستخدمها مع فلاك داش اف داش اتش ومثل ما اللي شايف انه عرض لي المساحة الاجمالية اللي هي السايز عرض لي قديش مستخدم عرض لي قديش المتاح وعرض لي النسبة المئوية من الاستخدام وعرض لي انه هاي الجهاز او هاي الهارد وين ما عمل له عملية المونت او عملية الربط على الجهاز هذا كل شي بالنسبة لهذول التعليمتين اللي استخدامهم الاساسي بشكل كبير بيكون باللي سكريبتس وقت اللي بكون انا في عندي بار علوي وبيدي اعرض هاي المعلومات بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبامان الله